هل التمسح بأطراف الكعبة والمقام مستحب؟ والله في الواقع ينبغي لنا أن يكون لدينا المزيد من تحقيق التوحيد في أن المانع المعطي النافع الضار الشافي المعافي المستحق للعبادة والتعظيم ولإخلاصه بالعبادة والتعظيم هو الله سبحانه وتعالى فإننا نتمسح بمثل هذه الأمور التي ليس لها علاقة برب العالمين فينبغي لنا ليس علاقة بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فينبغي لنا في الواقع أن نبتعد عن مثل هذه الأمور عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقبل الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما جاءها سادن الكعبة وقال يا أم عبد الله الآن هذه كسوة الكعبة كسونا الكعبة كسوة جديدة ولدينا الكسوة القديمة ماذا نفعل بها؟ قالت وزعها قطعها ووزعها على بنات المسلمين قال إنهن يأتيهن ما يأتيهن ويقصد بذلك الحيض قالت إنه قماش كالأقمشة ليس فيه ميزة عن غيره يعني وقد أخذ من الكعبة فلا نقول بأنه حينما كان ستارا للكعبة أو كسوة للكعبة صار له ميزة حتى بعد خلعه عنها فنقول على كل حال يعني التمسح بأي شيء يعني اعتقاد النفع واعتقاد الخير واعتقاد واعتقاد إلى آخره في هذا الشيء الذي لا يملك طولا ولا حولا ولا نفعا ولا ضرا ولا شيء من ذلك بل المالك لذلك هو الله شبحانه وتعالى وبناء على هذا فمن كمال التوحيد وتحقيقه وإخلاصه هو أن نكل جميع ما يتعلق بالأمر والنهي والنفع والضر والخير وغيره نكله إلى الله شبحانه وتعالى ونكل التعلق ونفرد ونخلص التعلق بالله شبحانه وتعالى لله وحده اللهم استعالى